شهدت العاصمة صنعال خضيعة لسيطرة ميليشيات الحوث الانقلابية حملة إغلاق منشآت طبية لابتزاز مالكيها ماليا وعودت ميليشيات الانقلاب من جديد لاستهداف ما تبقى من القطاع الصحي بمناطق سيطرتها وسبقتها حملات ابتزاز القطاع التعليمي الخاص في صنعال واتخذت الميليشيات مطلع الأسبوع حزمة من القرارات الجديدة وصفت بالابتزازية والتعصفية بهدف جني أموال من ملك هذه المنشآت الطبية عاملون في القطاع الصحي بصنعاء اعتبروا أن الجماعة وعبر وزارة الصحة الخضيعة لسيطراتها اتخذت قبل أيام عددا من القرارات الجديدة والتي قضت بإغلاق نحو 110 منشآت طبية خاصة منها 86 منشآت بشكل كلي و24 بشكل جزئي وسحب ترخيص العشرات من المراكز الصحية لابتزاز مالكيها ماليا ونقلت مصادر طبية عن وزير الصحة التابع لجماعة طاه المتوكل أن القرارات تأتي في سيق عملية تقييم جديدة وواسعة لأكثر من 656 منشآت طبية في العاصمة الصنعاء الوزير الحوثي أعلن أن عملية التقييم ستمتد إلى المؤسسات الطبية ومشآت ومراكز صحية أخرى وقعة في محافظات ومدن تحت سيطرة الجماعة بدورها بررت جماعة الحوثي اتخاذها هذه القرارات بحق القطاع الطبي بأنها تعود إلى عدم التزامها بالتعليمات والضوابط التي حددتها في وقت سابق وأشارت مصادر طبية في صنعاء إلى أن القرارات الحوثية الأخيرة تندرج جميعها في سياق سياسة التطميش الممنهج وحملات الابتزاز والنهب والتدمير المنظم بحق القطاع الصحي